انتهت محافظة القاهرة من إعداد كافة المقارات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ومائتين وستة وثلاثين ألفا وسبعمائة وواحد وستين ناخبا ووزعين على خمس واربعين لجنة عامة بها تسعمائة وواحد وستون لجنة فرعية داخل أربعمائة وأربعة واربعين مركزا انتخابيا بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين كما انتهت المحافظة من إعداد غرفة عمليات مركزية حيث سيتم المتابعة من خلال وداخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وذلك للتنصيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقارات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة كما سيتم التنصيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء وتنمية المحلية